بعد 13 من تعيينه سفيراً لفرنسا في شاد عبر إيريك جرار عن سعادته بزيارة التي قام بها لوزارة الأمن العام والهجرة لأول مرة وأعرب وزير الأمن العام والهجرة محمد شريف الدين مرقي الذي كان برفغة معاونه عن شعوره بالفخ من خلال التعاون الأمني بين شاد وفرنسا ولا شك أن الضابط والدبلوماس الفرنسي إيريك جرار سيعمل على تعزيز العلاقات الأمنية بين باريس وأنجمينة وفرنسا هي شريك رئيسي في منطقة الساحل ورائدة في الحرب ضد الإرهاب والعصابات المنظمة في المنطقة وتحتفظ دولة توماي القوية في تاريخها بعلاقات أمنية وسيقة مع فرنسا في مختلف المجالات كما أكد الدبلوماس الفرنسي إيريك جرار وهو يغادر مكتب الوزير محمد شريف الدين مرقي أن العلاقات مع شاد علاقات في مجالات متعددة لكن أهمها العلاقة الأمنية التي تتوفر بين البلدين وكيفية تعزيزها أكثر وأغوى أغوى